بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أعزائي الطالباء السلام عليكم اليوم في هذا الفيديو راح نبدأ بدرس الإحصاء أولا الدرس الأول هو السلسلة الإحصائية لمتغيرين أو لسيري ستاتيستيك أو دو فاريابل وشن قصدو بالسلسلة الإحصائية لمتغيرين يعني دراسة متغيرين إحصائيين في آن واحد دراسة متغيرين إحصائيين في آن واحد يعني أثناء دراسة مجتمع إحصائي تكراره آن ندرس في آن واحد طبعين كميين مثال مثال ملاحظة مادة المحاسبة والرياضيات في قسم الثالثة ثانوية شعبة سير واقتصاد عندئذ نعرف متغيرين إكس وإغراك تعطى قيامهم تعطى قيامهما إكس إي وإغراك إي في الجدول التالي ها هو الجدول لاحظ حيث مجموعة الثنائيات إكس إي وإغراك إي تشكل ماذا؟ سلسلة إحصائية ذات سلسلة إحصائية ذات متغيرين وعندنا كذلك من أجل كل فرد إي حيث إي تكون محصورة بين الواحد والتكرار نسجل القيمة إكس إي للطبع إكس أي إكس كبيرة والقيمة إغراك إي للطبع إغراك حيث مجموعة ثنائيات إكس إي إغراك إي أو كذلك نسميها متتالية ثنائيات هذه التي تشكل سلسلة إحصائية للمتغيرين إكس كبيرة وإغراك كبيرة أعطيك مثال بحثت مصلحة التجارية المصلحة التجارية لمؤسسة في معرفة العلاقة بين الإشهار والمبيعات التي تسمح بماذا؟ بتبرير الميزانية التي تخصصها للإشهار فكانت المبالغ المالية المخصصة للإشهار والمبيعات مقدرة بالماليين دانانير لأشهر سنة 2014 كما هو مبين في الجدول التالي ها هو أمامك الجدول لاحظ عندنا متغيرين أي سلسلة إحصائية لمتغير الإشهار اللي هو كما قلنا الـ X الكبيرة وهكذا و وإغراك كبيرة هو المبيعات وقلنا مقدرة بملايين ماذا؟ بملايين الدانانير لاحظ كل ما الدفعه في الإشهار أكثر كل ما زادت قيمة المبيعات مثلنا هنا 2.3 مليون دينار وش جاتهم؟ جاتهم 34 مليون دينار لاحظ اللي هنا كل ما زادت 7 مليون دينار دفعوها في الإشهار جاتهم أي باعوا 80 مليون دينار يعني كل ما كان الإشهار أكثر كل ما ما بيعت أكثر لاحظ اللي هنا 10 مليون دينار باعوا 108 مليون دينار يعني هذه خلال كامل أشهر السنة يعني من أول من جنفي حتى الوين حتى الديسمبر من جنفي حتى الديسمبر الآن ننتقل إلى السلاسل زمانية أعطيك مثال لاحظ في الجدول الآتي هذا الجدول رهي بينا النسبة البئاوية لسكان الريف في منطقة معينة لبعض السنوات ها هي أمامك السنوات وها هي النسبة المئوية لسكان الريف لاحظ من عندك تزداء هاي تنقص لاحظ باللي 1920 لاحظ النسبة المئوية لهذا سكان الريف عندي ملاحظة لهنا أنه في السلسلة الإحصائية لطبعين فيها أحد الطبعين مواطع بدلالة الزامن كما راكم تشوفوا السنة مثلا هذا الطبع الأول مواطع بماذا بدلالة الزامن وهذا الطبع الثاني Y أي كي تكون عندي سلسلة إحصائية لطبعين فيها أحد الطبعين مواطع بدلالة الزامن يقوم الزامن مقام طبع إحصائي احنا الزامن لاحظ هو اللي راكم مقام الطبع الإحصائي أي سلسلة الزامنية هي أيضا سلسلة إحصائية لطبعين هي كذلك سلسلة إحصائية لطبعين الآن نشوفوا سحابة نقطة والنقطة المتوسطة نيوجد المتوسطة عندنا في معلم متعامد مناسب قلنا معلم متعامد مناسب الربار أورتوغونال عندنا مجموعة النقط النقطة المتوسطة وهذا في معلم متعامد مناسب هي سحابة نقطة السلسلة ذات المتغيرين X كبيرة وY كبيرة النقطة المتوسطة ومعلم متوسطة لهذه السلسلة هي ماذا؟ هي نقول عليها G هكذا X بار و Y بار هذه النقطة المتوسطة لهذه السلسلة ها هي النقطة المتوسطة G إحداثية X بار و Y بار حيث X بار هو معدل القيم أو نسميه الواسط الحسابي ل X E و Y بار هو معدل القيم والواسط الحسابي ل Y E هذه تكتب هذه تكتبها حفظها يعني صناع إن فيش تكنيك ودون لخص فيها هذه صح وماذا تساوي وماذا تساوي هذا X بار و Y بار وماذا تسميهم لموين ستاتيستيك هكذا تحسب قيم X بار و Y بار أي X بار تساوي 1 سيجما والفوق التكرار حيث A يساوي 1 X E كذلك Y بار هكذا X بار هي معدل القيم أو الواسط الحسابي ل X E لما كان هي معدل القيم أو الواسط الحسابي ل X E و Y بار هي كذلك المعدل المعدل القيم أو الواسط الحسابي ل Y E ها هو أمامك مثال الكتاب المدرسي شعبة سير واقتصاد صفحة 214 قال لك يوضح الجدول التالي ارتفاع نسبة النجاح في شعبة سير واقتصاد خلال سبع سنوات في مؤسساتين ما يعني خلال سبع سنوات ومثل هذا الجدول ارتفاع نسبة النجاح في شعبة سير واقتصاد لاحظ باللي السلاسل هنا استعملنا السلاسل الزمنية ها وهنا هاي سحابة النقاط الممثلة لهذه السلسلة هاي وراهي لاحظ الناجي صبناها ميل نفسون كاتر فانت ناف يعني هذه 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 وهذه إجراءك ها هي احداثيات تأجي هذه يعني لو نجو نحسبه هذا نتبهى ما عملك نجو نحسبه مثلا X bar واش تساوي تساوي لاحظ 1975 زائد 1980 زائد 1985 زائد 1990 زائد 1995 وزائد 2000 وزائد 2001 زائد 2001 على التكرار هاي على ماذا على التكرار اشعال لدينا وحدة الزوج 34567 على 7 اشعال نسيبها تساوي نجيبه الحسيبة هاي الممكشعة صبنا كي حسبنا زائد هادو كامل على التكرار اللي هو 7 صبنا 1989 حيث هنا النقطة هي الفاصيلة هادو اللي دارنا هما فاصيلة في الكالكولاتري ساعته تعتبر كشوال باش فرقو بين الاف هنا النقطة هي الفاصيلة اذا نصبنا 1989 1989 1989 1989 نجو نحسبه Y bar Y bar واش تساوي تساوي 72.3 زائد 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 75.3 زائد 77 زائد زائد 79.5 زائد 81.1 زائد 81.3 الكل على التكرار اللي هو 7 الكل على 7 اي واش تساوي نجيب الحاسيبة عفون نجونا حسب هاني حسبتها في الحاسيبة خرجت لي 77.2 77.2 هاي 77.2 كمعنى في الاحداثيات وقال لك معلم متعامد مبدأه ماذا 1970 لا لا 1975 مش 75 هذي 70 هم غالطين هنا دين 5 970 و 70 هاو هذا مثال امامك نحاول الان نحل هذا التمرين رقم 1 التمرين خارج قال لك الجدول التالي يمثل علامات عشر التلاميذ في مادة الرياضيات لي مثل X وفي مادة تسير محاسبي Y ها هو الجدول امامك هنا X E علامات مادة الرياضيات لعشر تلاميذ و Y علامات مادة تسير محاسبي لعشر تلاميذ سؤال سؤال اول قال لك انشئ سحابة النقط والسؤال الثاني قال لك عين احداثيات النقطة المتوسطة G ها هو امامك الجدول ورايح ننشئ الان سحابة النقط رح نجيب الجدول باش نحط امامي لنا اذا ها هو الجدول باش تسهلي الامور بسم الله نبدأ عندنا الول ثمانية وتسعة عندنا ثمانية مع ساعة ساعة هذه هذه طلولة هاني امامك انشئت سحابة النقط يعني كل وحدة والإحداثية تحامت مثلا ربعة ربعة هاي وراي ربعة ربعة ثمانية سبعة هاي وراي ثمانية سبعة وهكذا تنشئ سحابة النقط سؤال ثاني واش قالوا قالوا لعين إحداثيات النقطة المتوسطة G اللي هنا باش نعين إحداثيات النقطة المتوسطة G لازم لي هنا نحسب X bar و Y bar اذا نعرف بالإحداثيات النقطة G النقطة المتوسطة G هي X bar و Y bar عنا نجيب كيف نجيب الجدول اللي نحطوه أمامنا باش نحسب بي أول جدول أمامي باش يسعلي الحساب عندنا X bar واش يساوي يساوي ثمانية زائد عشرة زائد ثناش زائد احداش زائد احداش زائد تسعة زائد ثناش زائد خمسة زائد أربعة واخيرا زائد ثمانية اشعال عندي منكازة اشعال التكرار واحد زوج ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة على ماذا على عشرة على عشرة وهو تسعوي نجيب الحاسيبة هيا أمامك الحاسيبة نشعل الحاسيبة ولو نبدأ نحسب أنصيب تسعين على عشرة ومنه يساوي ماذا يساوي تسعة نبدأ وضرك يكراك بار يساوي ماذا يساوي تسعة زائد تسعة زائد عشرة أي كامل هذا على عشرة إذن يعني يكراك هذا على عشرة تساوي نجيب الحاسيبة نبدأ نحسب إذن يكراك بار ساوي ثمانية إذن النقطة المتوسطة هي قال لك عين إحداثيات النقطة المتوسطة هي تسعة وثمانية هي تسعة وثمانية هذه هي نقطة المتوسطة نرجع للسحابة ونعين في المنحة نعين النقطة في المعلم بليطون نعين جي قلنا باللي جي صبنا ها إحداثيات تسعة وثمانية أي راح تكون هنا تسعة ومع ثمانية راح تكون لعنة ها هي جي فوق هذا النقطة ها هي جي بالحمر جي قدرتها بالحمر حتى ما كان حاجة سهلة الآن نذهب إلى الصفحة بيتين وخمسة وثمين من كتاب مدراسي تصير اقتصاد نحاول ننجز هذا التمرين رقم عشرة قال نعطى برسلسلة إكس إقراك التالية تمثل إنتاج الحبوب في الجزائر هاي الوحدة تكون بالمليون قنطار من 1962 حتى 1980 ملاحظة في هذا التمرين نظن نكتفي بالجدول الأول لأن كين تكرار عشرة ويكون حساب فيه بزاف نحاول نديرهم كامل نكتفي بالجدول الأول يعني من 1962 حتى 1980 وهنا 23 مليون قنطار 16 مليون قنطار حتى 24.2 مليون قنطار قالك المصدر ديون وطني الإحصاء واشطلب منه مثل سحابة النقاط من هذه السلسلة على الحاسبة البيانية ثم حدد بالحساب إحداثية النقطة متوسطة G ها هو أمامك الجدول لاحظ أني عطيت كل سادتين أي من 1960 يعني هنا يبدأ منين من 1960 1960 يعني الإحداثيات هما ماذا هما 1960 لهو أو فتحة لأنه أو معلم متعامد متجانس هذا هنا نقدر نقوله متعامد متجانس لأن نعطينا كل الوحدات بس سنتيمتر لكل وحدة إذن لهنا المعلم قلنا هو وفتحة وفتحة 1960 وصفر أي المبدأ إذن وش مدينا مدينا لهنا كل سنتين آه كل سنتين ثنين سنة عطينا لها واحد سنتيمتر ومدينا الكل مثلا ربعة مليون قنطار ربعة مليون قنطار مليون قنطار مدينا له ثاني واحد سنتيمتر ما تقدر ستمدلهم بضع الزبط دير جدول باش تكفيك الورقة تاعك نجو نبدون مثل وسحة بدقنا نكتافي بالجزء الأول أي خمسة الوالة فقط حبيت انتهى ديرهم كامل دير ما كاش مشكل إذن نبدأ باللولة 1962 و ماذا و23 1962 و23 هاي ورا هاي لعشرين واحد وثنين وثنين وثلاث وعشرين وربعة عشرين هاي عندنا كذلك 1968 و16 68 نعمل مع 16 هاي النقطة وعندنا 76 مع 23 فاصل وحد 76 مع من مع 23 فاصل واحد يعني هنا هاي وعندنا 38 78 وثمانية وثمانية وسبعين مع 15 فاصل ثلاثة هاي ورا هي الطح من هذا شوية هنا وعندنا 80 مع 24 فاصل ثمين ثمين ثمانين نعمل مع 24 20 فاصل لثنين لحنا صح الآن نرحو نشوفو أو نحسبو إحداثيات إحداثيات النقطة المتوسطة حاجي نبدو إكس نبدو نحسبو إكس بار وشو يسوي إكس بار يسوي 1962 زائد 1968 زائد 1976 زائد 1978 زائد 1980 على ماذا لا نحن ندو هنا تكرار 5 على 5 كي نحسبو بالحاسيبة نصيبو شعال نصيبو 9800 و64 9800 و64 على 5 ومنه شعال نصيبو نصيبو 1000 972 فاصل 8 نحن نحسبو إجرك بار تساوي ماذا تساوي 23 زائد 16 زائد 23 فاصل 1 زائد 15 فاصل 3 زائد 24 فاصل 2 على دائما على تكرار هذه حاجة سهلة وما نصيبو هذه النقطة متوسطة خلاص أي كي نتجمع البس تصيبو 116 على 5 تاطينا ماذا تاطينا 20 فاصل 32 وثلاثين ومنه النقطة المتوسطة جي هي ماذا هي 1972 فاصل 8 و 20 فاصل 32 هذه هي الروح نحطوها في المختل ها هو المخطط وشاطا والنجي قلنا 1972 فاصل 8 1972 فاصل 8 و 20 فاصل 32 يعني فاصل 28 و 20 فاصل 32 يعني راحي الدور من هذا الواحد نحن هاي وراهي هاي وراهي اش بالا هاي وراهي الجي بتاعنا ها هو الصحة بالا نسمتها ومثلت النقطة المتوسطة جي بالنسبة الى تغيير المبدأ تغيير المبدأ عندنا زاد زاد اي وش يساوي يساوي اكس اي ناقص ال ا ناقص ا و مثلا ت اي ت اي وش يساوي يساوي اي ناقص ب اي باستعمال خواص الخطية الوسط اي المعدل تسبح عندنا ماذا تسبح عندنا زاد بار زاد بار وش تساوي تساوي اكس بار ناقص ر وتسبح كذلك عندنا ت بار تساوي ماذا تساوي اي بار ناقص بي ومنه تسبح عندي جي فتح اي تغيير المبدأ جي فتح نقطة تغيير المبدأ زاد احداثي تحاية زاد بار و ت بار في المثال السابق الكتاب المدرسي وش شفنا او جبنا المثال السابق اللي شفنا هتاك كتاب مدرسي احنا مع اخذ ندو مثلا ا عفون ندو مثلا ا تساوي 1975 1975 وندو بتساوي السبعين ندو بتساوي السبعين لماذا لانا لاحظ ان الاحداثيات احنا بدينا المبدأ ب 1975 والسبعين وبدأ بماذا بالسبعين اذا احنا كيف تكون زاد زاد بار واش تساوي زاد بار تساوي اكس بار اللي هي صبناها 1989 فاصل 42 ناقص الار اللي هي 1975 واش تعطينا تعطينا 14.4 14.4 يعني هذي هي زاد بار ومبعد واش بقاتلنا بقاتلنا تي بار تي بار يساوي ماذا 77 فاصل 2 ناقص 70 ناقص 70 اي ومنه يساوي ماذا 7.2 هذه هي تي بار اذا ج فتحة واش تساوي ناقص 14 14 14 14 4 وانا عندنا 7 فاص 2 7 فاص 2 هذه هي ج فتحك فاش نحسب تغيير تغيير الوحدة تغيير الوحدة عندنا بار اللي شفناها سابقا و ي بار مرة اللي جاست جي فتحة شفناها ز بار ت بار هذا المرة ز بار و بار تفرق بناتب هذي ماذا هذي سموها تغيير الوحدة تغيير الوحدة حيث باعتبار ان ز ا يساوي اكس ا ناقص ال ا و عندنا ا ا واش يساوي يساوي اج ا على ماذا على مئة على مئة اي في يعني هنا واش تولي تولي لها ا بار يساوي اج بار على ماذا على مئة على مئة اذا في المثال السابق دائما شفنا بلي ز ا تساوي ز ا هذه تساوي اكس ا ناقص ال ا شفنا بلي يساوي 1975 حيث ودينا ا يساوي 1975 ومنه ا بار واش يساوي يساوي اي بار اللي هي 7.2 ها على مئة على مئة واشتغطينا تعطينا 0.772 ومنه راح تكون عندي ج فتحتين هي ز بار كنا سبنا المرة لجهزة 14.4 وال اي بار اللي هو 0.772 واخيرا نشوف في هذا الفيديو معامل توجيه ل مستقيم ج جيد اي كيف يحسب عندنا لاحظ مريح ج ا واش الاحداثية تعال هي x بار 1 و y بار 1 واما j 2 فهي x بار 2 و y بار 2 وراء اذن عندنا ال a واش يساوي ال a يساوي في هذا الحال x بار 2 ناقص x بار a على ماذا على y bar 2 ناقص y bar a هذا راح نشوفهم كيفاش نحسبهم في التمارين محلولة ان شاء الله في الفيديو الثاني لدرس الاحصاء يعني نشوفهم على شكل التمارين وراح تفهمهم ان شاء الله اكثر شيئا فشيئا اعزائي التلاميذ اعزائي الطلبة استودعكم الله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة